عام 1990 كنا نعيش مع العالم الرقمي عبر التلفزيون فنحضر المسلسلات والرسوم ونعيش معها ونتفاعل معها في الألفية الحالية صرنا نتفاعل مع السمارتفون فصرنا نعيش في السوشال ميديا ويكون في عنا صورنا بنتناقلها وأخبارنا العالم الآن يتجه إلى الميتا فيرس العالم الافتراضي ندخل إلى عالم الرقمي اللي بيخلينا الآن نتعايش مع شيء جديد هذا الإشي بساعدنا لنقدر نتطور في معيشتنا نعطي مثال على هذا الإشي الآن أنا بدي أسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية شو الإشي اللي بعمله بتجه إلى المكتب السياحي بقوم بعملية حجز تذكرة ثم السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية الآن تستطيع عبر جهاز الفي آر تلبسه أنت وتسافر للولايات المتحدة الأمريكية وتستخدم الطيارة وأنت في مكانك شعورك هذا حقيقي ليش حقيقي؟ لأنه أنت في الخمس سينات لما كنت تحضر التلفزيون ويكون أبيض وأسوأ تتأثر وتبكي وتعيش وعقلك يفكر مع هذا المسلسل وهذا أثبت لما طلعت السمارتفون وصورنا نستخدمه حتى تجارتنا صارت عليه أصبح العالم يتفاعل معه الاندماج في عالم المتفيرس اقترب عام 2025 ستصبح التجارة المتفيرسية حقيقية شو يعني التجارة المتفيرسية؟ كانت التجارة تقليدية ثم انتقلت إلى الإلكترونية ثم الآن تنتقل إلى المتفيرسية يعني أنت الآن قاعد في بيتك ولابس الفي آر بتسافر عصين بتشتري منتجاتك بتجيبها وتوصل لبلدك ويتم شحن المنتج إلى هذا المستودع إما يكون رقمي أو يكون حقيقي اللي هو يكون واقعي إذن التجارة المتفيرسية عالم جديد بتحتم عليك أنك تفهم محدثاته كيفية التعامل مع العملات في ذاك المكان كيفية اختيار المنتجات في ذاك الزمان وذاك الوقت اللي احنا قاعدين وقريبين منه عشان كذا استطعنا إحنا نفهم التجارة الإلكترونية والعمل بها نستطيع أنه ننتقل إلى التجارة المتفيرسية لنفهم كيفية اختيار المنتجات لأنه في عالم المتفيرس العميل رح يدخل معك في هذا الواقع ودخوله معك رح يصير اختار منتجات إذا لم تقم بتصميمها بالطريقة الصحيحة عند إنتاجها رقميا رح يؤثر على بيعك إذن ستختلف طريقة وصف المنتجات العميل الآن لن يرى كلام سيرى أفعال منتجك الآن نفترض أنك أنت بدك تبيع غسالة عبر متفيرس فإنت بدك تفرجي عبر العالم مثل متفيرس كيف بنغسل أمام العميل وكيف تطلع الوجبة اختلف الآن عن العنوان عن الوصف عن الصورة الآن انتقلنا لا بدك تعيش العميل في هذا الجو وانتظروني في حلقات قادمة لنتكلم عن تفصيل مع عالم المنتفيرس وخصوصا في التجارة الإلكترونية ترجمة نانسي قنقر